أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن دولة تولي اهتماما بالغا بدور الثقافة في تمكين الشباب وتدعمهم من خلال العديد من البرامج الهدفة لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز دور الشباب في المجتمع جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى بنسخة ثانية من ملتقى شباب المعرفة والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية حيث ثمن الوزير جهود الدولة لإطلاق مبادرات تهدف إلى الارتقاء بثقافة الشباب وتقليص الفجوة الثقافية بما يصحب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة